السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمنى أخواتي تكونوا به خير وعلى خير وتلقى هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله أنتم والعائلة ديكم وكل معزع لكم اليوم فيديو جديد ونهار جديد اليوم الفيديو دي التقضية نتمنى هذا الفيديو تكملوا حتى الأخير إلا كنتوا أول مرة تشوفوا هذه القناة فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وكل مفيد وما تنسيني شخصي من ذيك البصيمة فضلا وليس أمرا يلعج بكم المحتوى دي لها القناة بارتجي ومع أحبابكم والأصدقاء دي لكم قبل من دوز الفيديو اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم اللهم رحم والدي ورحم جميع أموات المسلمين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة قبل البنات من دوز التقضية ونشارك معكم التقضية بالأتمينة وبجميع التفاصيل نبغي نقول للبنات اللي يبغي وينضموا القروب ديالي في الواتساب خاص بالتدابير والاقتصاد غنخلي لكم البنات الرابط في أول تعليق متبت وغادي نخلي لكم حتى في صندوق الوصف اللي بغا تنضم لنا مرحبا بيها وألف مرحبة ونبغي نشكر بقاع البنات اللي تاقوا فيها إن شاء الله البنات غا تكون تقيقا ديالكم في المحل ديالها بالنسبة لهذا القروب البنات فكنديروا فيه تقصيمات إن شاء الله غادي نشارك معكم تقصيمات ديال الأخوات باش تستفدوا منهم بالنسبة للأخوات اللي ما متحقينش في هذا القروب هذا وكنبقى ونقشو فيه أكيد أي حاجة كتخص الاقتصاد أي حاجة كتخص تدابير ديال البيت فالمهم اللي لتحقق بينا فمرحبا بيها وألف مرحبة غادي تلقى الرابط في صندوق الوصف أو لا غادي تلقاه في أول تعليق متبت ندوزوا أختي للتقضية وندوزوا الفيديو نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وتكملوا حتى الأخير أول حاجة إختبروه والبيت كيفماكنتعرفوا دائما فأنا كنتقبطة من الهري وكنتقبطة من البيبي ونقزzt بتأن أول حاجة إن شارك معكم لتقضية البيبي بالأتمينة ما تقضيت شي شيئر مع البيبي شيئ قليل وصفي مهم سنقبل مما سنقضي مع مع أي حاجة بكل ده ستجب عن أكمل و magnets سيمق mierda فأكيد سنقضي مع معكم ونقول لكم وش مزيان ولا ماشي مزيان مهم خليكم مع الفيديو حتى الاخير اه وما تنسوا لشي اختي من ذاك البصيمة فضلا وليس امرا اول حاجة نبدو ببيم اول حاجة لبنات فاخديت الزيت اخديت هذا الشهر هذا اخديت راوية اه بالنسبة لراوية انقصت واحد دريهم في بيم كانت كانت كيديرو الهدا ايمن ثلاثة وسبعين درهم فاصلة تسعين اه هاد الشهر هذا ديرت نين وسبعين فاصلة تسعين مهم ثلاثة وسبعين درهم وصافي اه هاد شيرك هنا لبنات بالنسبة لراوية البنات هاد الحليب هادا هاد دوست اه بالنسبة لبنات الحليب هادا ثلاثة تمانية وخمسين درهم فاصلة تمانين اخديت البنات السكر بالنسبة للسكر اه اه في بيم مرات ديارة تسعين وعشرين درهم اخديت السانيذة بالنسبة للسانيذة ديارة تسعتاشل درهم عم وستين يعني نقصة واحد اربعين فرانك على الهري اخديت البنات هادا هادا بظانار بالحجم الساعر كي يتباع بمجوش دراه كمانس جمعين 8 تقريبا هنا يراها جمعين 8 يعني باك واحد ونقصين فيه واحد درهم تقيم بـ 8 درهم و90 المهم نقص فيه درهم كل واحد نقص فيه شوي وخديث البنات نقص فيه الصابون الحويج الصراحة اول مرة نستعمله فايت استعملت واحد الصابون الحجرة صراحة عجبني كي خرج الحويج زوينين كي خرج الحويج زوينين ما عرفت شو من الصابون حيث انا بدلت البروغرام ديال ما عرفت شوش من البروغرام اللي درت او الا من السائل المهم كي خرج الحويج ان شاء الله فيديو واحد اخر ونشارك معكم البروغرام اللي وليت كان ندير بالنسبة للبنات اللي عندهم لماشين في حال ديالتي يستفدو من هذا البروغرام اللي كانوا مكيديروش بالنسبة لهذا السائل البنات ديال غسيل ففيه ثلاثة لتر وكيدير تقريبا 40 درهم غير هو البنات ما فيش ريحة نهائيا ما فيش ريحة هذا البنات بالنسبة لهذا البنات ففيه ثلاثة هو ديال الصابون ديال الحجرة بالصراحة كيف ما قلت ليكم ما عرفش واش هاد السائل وليك يخرج الحويج من زيان او لالبروغرام اللي درت المهمة البنات بالنسبة لهذا ديال فيه هو الريحة ديال الصابون كي خلي الريحة ديال الصابون باينة راكم عارفين الريحة ديال الصابون ديال الحجرة كيفش دايره كي بقى يعني الريحة ديال الصابون باينة يعني يستطيع معه مع الطير ولا تدري معه شي حاجه اخرى في اطار الاقتصاد انا ما كان اخذش الموعة الطير ما كان اخذش الموعة الطير في الملابس ما كان اخذش بصفة نهائية بالنسبة لهذا البنات فيه ثلاثة لتر وتسع نية ميلي كنت اخذيته بخمسين درهم مهمة باقي فيه وصل هنا وما بغيتش حتى نوقف على الصابون وعادة نجيبه نجربه ونجربه ونشوف ان شاء الله ونرد عليكم فيديو واحدة اخر مني نجربه ونقول لكم واش زوين واش مزوين مهمة كثير وكيبالي حتى الثمن دياله مزيان مقارنة مع ماركات الثمن دياله مطالع بزاف وخديثة لبنات هذا الصابون هذا حتى الصابون البنات يطلع اقتصادي كان واحدة اخر كبر منه شوية ولكن كيبالي في حلة جاري ديرين له 13 درهم هذا فيه 750 ميلي والثمن دياله 3.90 درهم المهم هذا عندي مجرب كنت واخده شهرين هذي باش كنت واخده واحدة في الموف كان عندي في السطوك ولكن بدينه الشهر اللي فات المهمة تقريبا الواصل هنا هذا غاد نحطه في السطوك حتيت سلا هذك وعاد نجبد هذا اخديثة لبنات الملحة بالنسبة لهذا الملحة كبب يرجو جرهم 1.40 واخديت هذا اللي اورت هذا ديال البانان على حساب الكيك اخديت المهم كان ناخد غير غير القياس غير دكشي باش غادي ندوز هاد البداية ديال الشهر من بعدي لخصص ناره غادي نصف تنجيبه وربي مبعيد شالية او لا نجيبه من الحانوت المهم مرة ما نحتاج صراحة الحانوت باش نكون معاكم مواضحة مني كان تقدر ما كان نحتاج الحانوت بالنسبة للبيم فهد ضغط هذا ديراليه جود رهم لهذا ديال البانان ولهذا طبيعي هذا السوس حتى هو كان نحتاجه في الفطائر مهم دائما كل الشهر نجيب القياس نجيب غير شوية اللي غادي نخدم به في البداية ديال الشهر صفي البنات هادي التقضية صفي البنات هادي التقضية اللي خديت من بيم اللي شاركت معاكم دابا كيف ما شاهدتم وهذا هو الثمن ديالها قد نقرر لكم باش تشوفوا الثمن ديالها التقضية هادي باش في الاخر تجمعوا التوطال 271 درهم فصيلة 48 نتمنى تكون تتبعنا لكم هادي غادي ندوز نشارك معاكم التقضية ديال الهري وهذه نعطيكم الاتمينة المهم دا برا الأغلبية واللي تحافظ الاتمينة حيث الاتمينة مهم فضل الاخر هذا هادي تقريبا شي شهرين هادي ما بقوش ما بقوش تكونوا مختلفين على الشهر اللي قبل منهم الحمد لله ارصاب شوية من الزيادات كينشي حويج اللي كينقصوا شوية مكرهناش يرجعوا الاتمينة كيفما كانوا حال هادي ما كرهناش والمهم البنات اللهم يقفوا وليقوا يزيدوا حيث بزاف زادوا بزاف كانوا عيقوا والحمد لله اول حاجة لبنات غادي نشارك معاكم دقيق بالنسبة لهذا الشهر هذا فاخديت 10 كيلو ديال فورس الحرش و 10 كيلو ديال فورس رطب وبالنسبة للفورس رطب البنات فهذه هي النوعية اللي كان ناخد غير اللي ما لقيتهاش اللي كان جيبشي حاجة اخرى هاد النوعية الصراحة زوينة خديت 10 كيلو بالنسبة للثامان فكدين ربعة وربعين درهم اللي هي 880 ريال بالنسبة للبنات اللي كيعرفوا غير ريال صراحة هاد هاد دقيق هاد زوين بزاف فيه البركة و اي حاجة درتوها به كتصدق صراحة زوين بزاف بالنسبة المخامر الكيك اي حاجة درتوها به فره كتصدق وبالنسبة للفورس لحرش البنات فجبت منه 10 كيلو عاد غير مؤخرا يعني ما كاملش سيمانة جبت باب منصور جبت 10 كيلو زائد هاد 10 كيلو فغا تتديلي ان شاء الله واحد المدة بالنسبة لهاد الفورس هاد فا اول مرة غادي نجيبو ملقيت شباب منصور اللي مول فاكن جيب ويعني مجربة وجبت هادا بالنسبة للثامان ديالو دير تسعود وثلاثين درهم نتمنى يستقذوين في حل يعني في حل نوعية اللي مول فاكن جيب اخذت البنات اتاي بالنسبة الاساي والتي كان ناخد دائما هاد نسمة يعني راغيت ثلاثة البواكي كي يكفوني في الشهر زدت عليهم هاد شجعان اللي هو الثامن ديالو ناقص باش ندعم ندعم هاد اتاي هذا يعني كتار المهم غادي نحاول انني جوج ديالنسمة غادي نخلطهم مع ديالشجعان وما اللي غا ندوز بهم ان شاء الله هاد شهر واحد نسمة غادي نقدر نحطها كايف في كارتون هذا رمضان الى ما احتاجتها شهد الشهر بالنسبة للنسمة فكتدير تلتمية وخمسين ريال اللي هي سبعتاش لدرهم ونص وبالنسبة للشجعان فكيدير حداش لدرهم اختيت هالبنات موزاريلا هاد ديالكيلو بالنسبة هاد الموزاريلا البنات فهدي نحسبها على على الميزانية ديال ديال الماكلة ديال الدراري باش من يعني ما نفوتش ديال ميزانية ديال ديال سبعمية وخمسين درهم اللي حطيت بالنسبة الموزاريلا فاختيتها بستين درهم واختيتها لبنات هالطون اللي مول فكنجيب بالنسبة للطون اللي كيتبع بالواحد يعني موهاجير يعني فحال هاده موهاجير غي هاده فحاله زيد شوية فالعبار وزيد عهتف الثامان يعني كله كله باكية فيها ثلاثة ديال ديال الحكاك ديال الطون زيدة دريهم يعني ثلاثمية وثمانين بالنسبة اللي كنت مول فكان ناخدش حال هادي دبا مقيش نلقاه فكنتها ناخده مرة خمسة درهم ونص هذا دير ثلاثمية وثمانين اللي هي تمنتاشة درهم يعني كيطيح تقريبا موين زيدة درهم على كله ثلاثة خديت جوج منه اختيت البنت هالزبدة هادي كان بغيها كي على حسب الملاوي الصراحة كتعجبني وخكين عندي الراقية فأختيت هادي بالنسبة للصغيرة كتدير سبعة درهم والكبيرة ديرها ميتين وتمانين اللي هي بعتاشة درهم واختيت هالبنات هاد بيكون اول مرة عادي ناخده اختيته بخمسين درهم سو تسعين قطعة المهم كيف ما كان نقول لكم دائما المادة قضية لهم راكاملين فحل فحل ويل ويل غير الوليدة درهم والفينو ما يمكنش منجيبوش وهذا البنات الكاكاو لقيت الكاكاو المر فيه 100 قرام كيدير 10 درهم اول مرة كنا نلقاه في هاد الهري هادا وجاني اقتصادي حيث فيه 100 قرام ودير 10 درهم هنا يالبنات كرم باتي سيرته 10 درهم بنيك هات الشوكولة واختيت هالبنات العدس بالنسبة للعدس كان ناخد غين سكيلو راكافي يعني كان ندير وجوج ديال المرات في الشهر يعني كان نجيب سكيلو ديال العدس ونسكيلو ديال اللوبيا بالنسبة ليالبنات ما كان ناخدش الفول مرة مرة لكان ناخده ما كيبغيوش الدراري وحتاج جلبانا جلبانا اليابسة ما كان اخدت حتى هي صراحا ما كتجيبنيش و scholars يوم الفنها شوليدتي ما كان اخدهش كننخذ غير للوبيرا والعدس كان ناخده فيه منغير نسكيلو اللوبيا كان نقسمها على جوج وعديس كان نقسمه على جوج مثلا الى درت هات سيمانه اللوبيا السيما لاتخرا كندير العدس السيما لاتخرا كندير اللوبيا سيمان عدس ديال عدس يعني اربعة السيما الاستский في الاسبوع بالنسبة للا tints مرة كنديرها بوهديتها مرة كنديرها مع الكرشة او التقلية مهم فكل مرة وكل نهار و رزقه واخدت النخلة بالنسبة للنخلة كندير خمسة دراهم هاد نخلة رقيقة كنقرس بيها يعني باش بلا ما ناخد دقيق لي عندي يعني دقيق الكامل ونبدا نغربل فيه فكنناخد هاد نخلة واجدة وكنقنا نقرس بيها بالنسبة اللو بيالبنات فدير عشرين دراهم الكيلو عشر دراهم نس كيلو باش شريتها وبالنسبة اللي عدس فدير مية وسبعين ريال يمكن لنس كيلو اللي هي تمانية دراهم ونص واخدت كيلو ونص ديال الروز بالنسبة للروز قلاسي البنات مؤخرا وليتن دير واحد الوجبة او لوحد الوصفة زوينة بزاف قد نشاركها معاكم اللي وليدة تكيدهم معهم المدرسة وكتعجبهم دكتش يعجبت كيلو ونص بالنسبة للروز دير تلتمية ووستين الكيلو اللي هي 18 درهم واخدت البنات سميدة البيضاء بالنسبة لسميدة البيضاء فاخدت فيها 4 كيلو والتمن ديالها 5 درهم الكيلو الصراحة كاتح اقتصادية وزوينة صراحة مؤخرا يعني ولاتها تصدق لي الحرشة بها زوينة كان اعتمد عليها غير هي دكتشي باش جبت منها بزاف الصراحة صراحة زوينة اقتصادية وبزاف بزاف ان شاء الله غدينة ندير معاكم واحد الحريشة صغار درتهم بها وصدقوا واعرين ان شاء الله هالبنات نشاركهم معاكم اخديت هاد 100 جرام ديال ليبيبي تشوكولا الصراحة هما هادو ديال اقبال زوينين كيديولي واحد المدة يعني وخاك ما فيهم مش بزاف المهم مرقة دين الغراض اه ب 12 درهم مؤخرا لقيت وحدين كي يتباعوا بالكيلو ديرين 40 درهم المهم مره اخرى مني ما تكونش عندي بزاف ديال التقضية نقدر مناخد هادوك 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 الكيلو ديال 40 درهم وغادي ننسى شيحه جسميتها حبيبات الشوكولا اخديت البنات هاد هاد الباكية ديال ديال الكاكاو اللي فيها خمسات صاشيات ايه جيتني البنات هادوك اللي اخديت ديال 100 qrm اقتصادي علا هادي هاد ياسف 54 قرام كدير 7 درهم وخرا فيها 100 قرام 30 قرام اخديت البنات المهم معا هادوك نجربة ونكذلك هادوك الكاكاو اللي فيه 100 قرام واتو ديال مهم متكشي عليج غبت الباكي الديال ديالة w seven the w ама حيط مجربة هاد صراحة الماضاق ديال الكاكاو اللي فيها زوين و جبت البنات الخميرة حبيبات جبت جوج دي البواكي رافعة كدير ستدرهم مرة يعطاه لي بستدرهم مرة يعطاه لي بستدرهمونس و جبت البنات القرعة هذي دي الشوكولات نفس الماركة اللي اخديت الشهر لي فات غير هذي فيها القرعة دي الجاج والاخرى في هذي الحق دي البلاستيك هذي فيها سبعمائة قرام دي را 18 درهم و جبت البنات السميدة و الفينو بالسببال السميدة جبت 3 كيلو دي السميدة الرقيقة و جبت 3 كيلو ديال الفينو بالسببال الفينو السميدة لديهم نفس الثامان ودقا crappy 4 شهر او اكتر مقصد ثمان ديالهم و هو بالنسبة الثامن ديالهم تسعود دراهم وجبت البنات الحمص بالنسبة للحمص خديتوا من هري واحد اخر بعشرين دراهم حيث الهري اللي كانت قد منه قال لي اثنين وعشرين دراهم واخدتوا من هري واحد اخر مهم خلط في حبات رقاقين وحبات اغلاط اليوم الجمعة راني طيبت منه صراحة طيب زوين مهم هزيت منه شوية وطيبته في الكسكسو صراحة زوين طيب واخفي هذيك الحبات رقاق وغادينا بنسبة لها الكيلو البنات فغادينا نقسمو عليه جوج غين سكيلو ركي كفيني انا في الشهر ونسكيلو الاخر غادي نحطوه في الكارتونة دي لرمضان نزيدو على هذيك الكيلو اللي كانت تخديت الشهر اللي يفات واخديت البنات هذي الشعرية الصينية اللي فيها هكا ياربع دي الوحيدات كتدير بتسعود دراهم مؤخرا نرى اللي تدير هذيك اللي فيها جويجة كتدير بربعات دراهم ونص هذي اخديتها مهم بتسعود دراهم غادي نحطها في الكارتونة درمضان غادي نشارك معاكم البنات شنو زيت في الكارتونة درمضان شنو شاط لها من هذي الشهر هذا وغادي نزيدو في الكارتونة درمضان مهم قلت غين حط لكم التقضية بالنسبة للبنات اللي كي بغيوا ياخدوا فكر على الأتمينا وكي بغيوا يتفكروا من الفيديو ديالي شنو غايتقطة فذاك شي علاش غادي نحط لكم الفيديو اليوم البنات وخا غادي نحط لكم معطل فوق تشما داز غادي نحط لكم داز في العشرة داز في تعود ونصف فوق تشما داز وبالنسبة للبيضة لبنات فاخديتو بستو عشرين ريال البيضة البلاتو كي يجيب تقريبا شي سبعمية وستين ريال اللي هي ثمانية وثلاثين درهم صافية لبنات هذي التقضية اللي تقضيت بالنسبة للطوطال ديال الهري ديال تقضيات الهري فاجت فيها حداشر الف وربعمية وثلاثين ريال غادي نجمع لكم البنات المجموع ديال الهري والمجموع ديال البيم وغادي نعطيكم المجموع النهائي بالنسبة للبنات اللي كي بغاوا يعرفوا شحال يعني شحال هكا يا تقضيت شحال الثمن ديال التقضية كاملة المهم انا غادي نجمع لبنات ونقول لكم شحال الثمن نهائي وهنا البنات قبل ما نعطيكم المبلغ النهائي باش تقضيت مهم واحد الصابون أختي كان طاح بالنسبة لها الصابون البنات فيها أربعة ديال الصابونات والثمان دياله 20 درهم وبنسبة البنات للثمان النهائي فهو 842 درهم فاصلة 98 هذا هو التوطال ديال التقضية ديالي كاملة من بيم ومن لهري بالنسبة الميزانية كنت حطى فيها 750 درهم يعني ديك الزيادة البنات فغادي نحسبوها على الميزانية ديال ديال الأكل ديال الدراري كيف ما قلت لكم في الول ديال الفيديو موزاريلا اللي خديت بستيندرهم فغادي نحسبها على الميزانية ديال للانش بوكس وراكنين شي كامل يتمحت أو ما رغادي تحسبوه على للانش بوكس يعني باش تبقى الميزانية ديال الهري هي الميزانية ديال الهري يعني ما نكونش زيدة عليها وهذا شي اللي كينا البنات كيف ما كتوفو وفي إطار الاقتصاد البنات فغادي نشارك معكم هادلي كاب كيك ديال شوية اللي بقالية ديال دقيقة البنات من عشرة كيلو اللي دوزت بها شهرين فقاديت بهم هادلي كاب كيك هادو ديال بيضة وحدة المهمة اقتصاديين وفيتم شاركهم معكم نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يكون كان خفيف طريف على قلوبكم هادية قضية ديالي البنات نتمنى نكون فدتكم في الأتمينة فكرتكم في شي حاجة كنتو ناسيينها ما بقى لإلا نقول لكم دمتم في رعاية الله إلى اللقاء إلى فيديو جديد ان شاء الله